هذه العقيدة التي جاءنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخالب شيء منها العقل ولا الفطرة وكلها واضحة كالشمس في رابعة النهار لا يختلف فيها اثنان لا يستطيع واحد ايا كان تحداهم جميعا يبين لنا اختلافا في هذا القرآن او اختلالا فيه او اي خطأ او اي اشكال في هذه الشريعة هذه الشريعة لم تترك اي نفع للبشرية الا جاءت به ولم تترك اي ضرر على البشرية الا حرمته فهي تحدي من الله للعباد